الأطماع المغربية استغل المخزن المغربي الاقتتال الداخلي على عبواب الجزائر العاصمة يعلن هجومه العسكري على الجنوب الجزائري في شهر أكتوبر 1963 بادت حرب الرمال لم يكن لدينا قوات كبيرة في تندوف وهذا ما ساعد المغاربة كثيراً صفحات السابقة في هذا الكتاب عندما أشرت إلى نظرية الحقل المغلق التي طبقها الفرنسيون من خلال خط موريس وموريس أندوري موريس وشارل موريس قلت إن الهدف هو خنق الجزائر المكافحة بالتمكن من التغلب عليها على نحو أفضل في هذا السياق جاء العرض على قدمه الفرنسيين للمغاربة والممثلين في استرجاع منطقة تندوف وبشار وإنشاء ما يسمى منطقة استغلال المناطق الصحراوية مقابل إغلاق قواعد جيش التحليل الوطني الموجودة في الأراضي المغربية خوفا من انتفاضة شعبه رفض ملك الغرب الصفقة لكنه وظفها للضغط على الحكومة الزائرية المؤقتة إلى أن نال من هذه الأخيرة لأسباب سياسية داخلية لم يكن أن يقبله من الفرنسيين وفق فرحات عباس مكرها كان ذلك في أسرع وقات الحرب على إبرام اتفاقية مع حمد الخامس أنص على إعادة التفاوض بشأن ترسيم الحدود مع المغرب في مجرد نيل جزائر لاستقلالها مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب هذا البلد على منطقة تندوف حاسي بيضاء بالقرب من برج لطفي وعندما أدرك الحسن الثاني ملك المغرب الجديد أن الجزائر المستقلة ليس لديها نية لتنفيذ الوعد الذي انتزع منها عن طريق الابتزاز أطلق جيشه لغزو المناطق التي يدعي ملكها لم يثر العدوان المغرب سخط الأحياء الشعبية في العاصمة فقط بل جزائر كلها ففي منطقة القبائر رأينا أن حب الوطن كان أقوى من نوابات غضب صادرة من أيد أحمد وفي تلك الأيام قرر عقيد محمد الحاج ومشاهدوه مغادرة جبهة القوى الاشتراكية وتجندوا للدفاع عن الوطن المعتدى عليه كنت في ثكنة تعلي خوجة بالجزايا العاصمة عندما لقي النداء الذي أطلقه بن بلا حق رونا إذا جمع شعبي استجابة جماهيرية منقطعة تنظير وأمام زحف الجماهير التي تريد الذهاب لمؤازرة الجيش الوطني الشعبي وجدت نفسي مضطرا لإغلاق بواب الثكنة ومع ذلك استمر تدفق المتطوعين تمكنوا متخطي الصور الخارجي كيف يمكن منعهم من الدخول؟ كان عزمهم وحماسهم الفياض أقوى أن يهدئ عصابهم باب مغلق أو نداءات إلى الحكمة والتعقل داخل التكناء المدنيون مختلطون بالعسكريين في فوضى لا توصف بعضهم لدى وصوله قال لنا هذه مفاتيح سيارتي أو دراجتي وهذا عنواني إذا كنتم لا تستطيعون أن تردوها لأهلنا أحتفظوا بها فهي لكم فمكننا من تشكيل ثلاثة كتائب من المتطوعين الذين سيتوجهون إلى الجنوب كنتم متشائما من الفعالية العسكرية لهؤلاء الرجال أن الذي أعرف الوقت والجهد اللازمين للإنشاء وحدة قتالية متكاملة انطلقوا من ثكن تعليخوجة في الجزاء العاصمة بما حملوه على ظهورهم وهم غير معتادين على الظروف المناخية في الجنوب الكبير ولقد وجدت هؤلاء المتطوعون لاحقا في حالة مزرية في أولى الأيام حرب الرمال حولت إلى بشار كمساعد عبد الرحمن بن سالم الذي استدعاني وعين قائدا للقطاع العسكري الشمالي لناحية العسكرية الثالثة بعدما انتخب نائبا في المجلس التأسيسي وعين معي الغوثي وهو ضابط سابق في الولاية الخامسة خلال حرب التحرير شنن هجمات مضادة في حاسي بيضاء لكن الاشتباكات الأعنف وقعت في مركالة بالقرب من تيندوف استطاع الجيش المغربي المدجد بالآليات أن يطوق مشاتنا في زعاق وأن يحتل مركالة والقد أبل مجاهد الفيلق الخامس والأربعين وعددهم مئاثان وخمسون بقيادة ملازم بوبكر بالرغم من ضعف تسليحهم بلاء حسنا على المرتفعات مثلما تعودوا على القيام به خلال حرب التحرير سقط بوبكر شهيدا ودفن في المكان الذي استشد فيه سأل جندي مغاربي أحد المجاهدين لما رأاه يطلق النار برشاشاته على الدبابة وقال له أين تعلمت أنه يمكن وقت دبابة برشاشة؟ رد عليه المجاهد هذا ما عندي ولو كان عندي مدفع هون فسوف لن تصمد طويلا أمامي كان الهجوم المضاد الذي شنه فيلقنا الخامس والعشرون عن المدينة المغربية كيغا ضرب موجعة للجيش المغربي الذي ترك أسرى في قبضتنا ولقد تدخل مبعوث منظمة الوحدة الإفريقية وممثل عن دولة صديقة تحت نيران رشاشات للتواصل إلى وقف إطلاق النار وفعلا توقف القتال بفضل المساعي الحميدة التي قام بهؤلاء الرجال ذوي النوايا الحسنة انتهى الأمر في الأخير بالجزائر والمغرب بتوقيع على اتفاق تحت رايا منظمة الوحدة الإفريقية وتم بذلك ترسيم الحدود بين البلدين باستثناء شريط من حوالي خمسين كيلومتر واجه جيراننا الصحراويين أما مع النيجر والمالي والموريطانيا فلقد تم ترسيم الحدود نهائيا في غضون عام 1983-1984 بقيت ليبيا القدافي التي جعلت من قضية الحدود مبدأ لا حدود لا رجع فيه لا فصلة بين الدول العربية ومع ذلك فكانت الحدود الجزائرية الليبية من دون أن ترسم محددة ومحترمة من قبل الطرفين وسأطرق لاحقا لمسألة الحدود مع تونس عملية التحول كشفت المعارك التي دارت لفترة وجزيزة بين الجيشين بالقرب من تنجوب وحاسي بيضاء ومركالة عن ضعف الجيش الوطني الشعبي أمام جيش يتوفر منذ فترة طويلة على إمكانيات موارد الدولة المستقلة ولقد حثنا هذا الاستنتاج في وقت لاحق على الإسراع في تحويل جيش التحليل الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي وما يقتضي ذلك من تحديث وتجهيز وتم هذا التحول من دون أدنى إسهام جديد عدى خدمات المتعاونين الأجانب القادمين أساسا من الاتحاد السوفيتي سابقا الأثار المترتبة عن قطيعة عام 1962 هائلة ومهولة وليات بأكملها كانت خارجة عن سيطرة وزير الدفاع الثالثة مع موحى الحاج رأس حرب جماعة تيزي وزو خلال صراع صيف 1962 والرابعة على رأسها قيادة جده مسيسة ولا تريد أن ترضخ لأحمد بن بلى إلا أنه في الواقع لا يتفق مع الطريقة التي كان هواري بومديان ينظم بها عمل وزارة الدفاع أما شعباني فقد أعلن رفضه لتعيين بعض المسؤولين خاصة أولئك الذين فروا من الجيش الفنانسي خلال حرب التحرير كان الهدف الأول لهواري بومديان هو تهيئة الظروف لرحيل قادة الولاية التاريخية جميع قادة الولايات دون استثناء كان ذلك ثمن إعادة هيكلة الجيش الوطني الشعبي وفقا لمخططات التحديث لم تكن العملية لا سريعة ولا سهلة بتاتا بل وقد كلفت في غالب الأحيان ثمنا باهظا كان صالح بوبنيدر المدعو صوت العرب أول من رحل بعدما أحس بالخيانة وجد نفسه معزولا العقيد عثمان من الولاية الخامسة الذي بقي مترددا أياما للمواجهة مع الحكومة المؤقتة أقيل من منصبه دون مقاومة أمام موح الحاج فتعب من الإنسياق وراءت أيد أحمد وغادر مقر قيادته وهو مشتأمز من ألعاب السياسة القادرة والدموية وغادر أيضا حسين الخطيب من الولاية الرابعة الذي كان في طالعة المعارضة المسلحة لبن بلا وحلفائه في تلك الفترة كانت طهر زبيري لا يزال مقربا من بومديان وبالتالي لا يشكل أي عاغ نشأ في العمل النقابي النضالي في الوانزة وكان من مجاهد أول نظمبر 1954 وبالتالي يعرف كل مراحل الثورة وكل الأزمات التي مرت بها عندما عرض عليه هواري بومديان إدارة الأكاديمية العسكرية بشرشال وفق من دون تردد لأنه يعلم أن وزير الدفاع كان يحظر لإعادة هيكلة جذرية للجيش وأن المخططة الهيكلية الجديدة سوف تستعين بجيل جديد من الضباط الأصغر سنن الأكثر إلماما بشؤون العسكرية من كبار المحاربين من طينته فرض النقص الملحوظ في الإطارة المتكونة من المدارس الحربية تعين كبار ضباط جيش التحرير في المناصب القيادية وهم يمتازون بشجاعة وعزيمة لا يرقى إليهما شك لكنهم يفترقون لدى تكوين عسكري تقليدي كانت البداية مع هيكل إداري صغير تحت إشراف عبدالقادر شاب الأمين العام بوزار الدفاع الوطني هو الذي تولى تدريجاً وبعيداً عن الأضواء عملية التحويل من غير موارد بشرية أخرى غير المجاهدين الذين خاضوا الكفاح من أجل الاستقلال كان هناك عدداً قليلاً من الضباط الذين تلقوا توكوينهم في الشرق الأوسط أو المتخرجين من الجيش الفرنسي شغالوا مناصب إدارية أو تكوينية ولقد أدى إنشاء مديريات مركزية تحت إشراف أولئي الشباب وترقيتهم إلى مستوى قادة النواحي إلى ظهور نوع من الاختلال التوازن في القيادة ازدادت هذه الحالة تعقيداً بعد ذلك عندما حصلت التوأمة بين الحزب والجيش وخاصة أيضاً بسبب حضور عدد من كبار الضباط الجيش من مجلس الثورة بعد الإحاطة بأحمد بن بلة ومن ذلك اليوم أصبح المسؤولين العسكريون أكثر استعداداً من المشاركة في الحياة السياسية بأداء مهامهم العسكرية تزود الجيش الوطني الشعبي بمعدات جديدة دبابات ومدفعية وتعزز بإنشاء سلاح جوي وآخر بحري وهياكل لوجستية ملائمة لأهدافها وعملها وبدأت شيئاً فشيئاً تتخلص من تباعها المتناثر والموروف من زمن حرب التحرير وتحول الواجب التضحية من أجل استقلال إلى الواجب العسكري في سبيل الوطن وهذا فرق كبير صار بالإمكان القيادة أن تحيل على التقاعد وتفصل أفراد من الجيش بمجرد قرار إداري في الزمن الثورة كل الثوار متطوعون وسواسية أمام الموت ولا تميز فيما بينهم فهم غير مقيدين بالنظام معين وإنما مؤمنون بقضية تستوجب منهم التضحية ونكران الذات أما الاختلافات في السن والحجم والقامة والكفاءة والمستوى التعليمي فأمر لا أهمية لها كل ما يهم هو درجة الإقدام والقدرة على استخدام البندقية كذلك التكتيك الذي يطلب من الثوري أن يطبقه تكتيك بسيط أن يتواجد في كل مكان على الأرض والبقاء فيه لأطول مدة ممكنة حتى ينتقل الشعور بالإنعدام الأمن في معسكر الخصم إلى مداه لم يكن تقاعد رفاق حرب التحرير الذين عشنا معهم أوقات عصيبة أمرا هينا حتى بالنسبة لصناع القرار بعد هذه الإقامة القصيرة في الجنوب ذهبت لمزاولة التكوين في قيادة الأركان مدة سنة كنت ضمن الفوج الأول من الضباط الذين أرسلوا بعد الاستقلال إلى موسكو كانت تدريس باللغة الفرنسية بواسطة مترجم وكنا بموازرة ذلك نتبع 90 ساعة من الدروس المكثفة في اللغة والقد ساعدنا الاتصال بمواطن ومدرس هذا البلد على تعلم الروسية كانت أصداء الكفاح المسلح الذي خاضه شعبنا قد وصلت إلى روسيا مساهم حسن الضيافة الذي يشتهر به المجتمع السلافي بالبقية وكنا فعلا محل ترحيب من الجميع في المدرس القيادة الأركان تعلمنا الجوانب التكتيكية والاستراتيجية والعملية للحرب كانت الدروس تنتهي على الثالثة والنصف زوالا لكننا نواصل الدراسة حتى منتصف الليل في بعض الأحيان وكان لدينا يوم راحة واحد فقط هو يوم السبت فأظل أتذكر هؤلاء المواطنين الموسكوفيين الذين استضفون في بيوتهم بحفاوة كبيرة في يوم عيد ميلادي قامت العائلة التي استقبلتني بشراء ما هو أثمن في السوق القريبة فماطم وبصل وحتى فواكه وهي موارد نادرة في بلد يعيش ثمانية أشهر من أصل إثنى عشر تحت الجليد عشية رحيلنا أهدت لنا المدرسات عمالق خشبية مزينة بطريقة يدوية وهي طريقة مؤثرة أردنا أن يودعنا بها من شاركهن لحظات لا تنسى من العشرة الطيبة في عام 1964 وبينما كنت متواجدا في موسكو انفجرت قضية شعباني العقيد محمد شعباني قائد الولاية التاريخية السادسة شاب تعوزه التجربة وليس لديه بعض النظر التاريخي الذي يسمح له بالتحليل والوضع المعقد المستجد بعد الحرب بموضوعية فكانت تنافس بين كبار قادة الثورة ودوامة الغربلة الفورية التي أعقبت وقف إطلاق النار وديناميكية السياسة التي تولدت عنها مثل التحالفات بين قصوم الأمس والصراعات بين قوياء اليوم والرغبة في الانتقام لدى ضحايا أزمة سيف الهدس عمائة واثنين وستون كل ذلك غاب عن نظره وتحليله للأمور فهو لا يعرف أن أولئك الذين كانوا يتزلفون له لا يريدون سوى إدخال رجل عسكري في معدلاتهم وكان معنى عبارة استخدام كآدات غريبا عليه الأصغى لموثل شركة النفط الفرنسية كما التهم بذلك لم أصدق هذه الرواية يوما وما زالت لا أصدقها في الحقيقة لم يكن لشعبان المسكين هدف محدد عاد ربما طموح عابر لتولي وزارة الدفاع الوطني إلى لديه ألف سبب وسبب يجعله يختار طريق التمرد لكن لم يكن لديه سبب وجيه واحد يضمن له تحالفات أو حتى ظروفا مخففة يوم وقف أمام القاضي عارض أول مرة هواري بومدين ثم أحمد بن بلى بعد ذلك وكان مستعجلا في أعلان معارضته بعدما أغراه خيار التمرد فحل الأزمة فتعد خط الأمر لكنه لم يذهب بعيدا أرد وحصر ثم ألقي عليه القابض وفور ذلك قدم أمام المحكمة وحكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم فيه رميا بالرصاص في شهر جوليا 1964 لم تنفعه التدخلات المتعددة لطار سبيري وقاعدة نواحي إنقاذه من الموت وكانت كلها تقابل برفض مطلق من بن بلى كان إعدام العقيد الشاب هو الواقع تحذير مباشر موجه من بن بلى لأي شخص يجرؤ على معارضته لقي إعدام العقيد الشاب شعباني إدانة واسعة في صفوف الجيش الوضني الشعبي أدركوا جميعا أن بن بلى لن يتوقف عن أي حد لإدامة سلطته عدت إلى جزائر في جنفي عام 1965 بعد شهر من الإجازة أعينت مديرا مركزيا للعتاد في وزارة الدفاع حليفا للنقي بوزادا الذي أرسله بدوره إلى موسكو بعد هدوء الساحة السياسية بدأت تظهر إلى السطح الشروخ الأولى في ثناء أحمد بن بلى هواري بومدين كان بومدين نائب رئيس وزارة الدفاع في رحلة إلى الاتحاد السوفيتي على رأس وفد عسكري كنت أنا من ضمن أعضائه أبلان العربي بالخير بأن الطائرة الرئيسية التي أنقلتنا إلى موسكو عادت إلى رزائر في اليوم التالي لوصولنا بأمر من بن بلى ومن دون إبلاغ بومدين بالأمر فارت يومها ثائرة بومدين وكانت كعادتها باردة وصامتة لا يخرج منها الخير أبدا دعنا السوفيتي لتمديد إقامتنا حتى يتسنى لنا المشاركة في الاحتفالات بعيدهم الوطني الموافق للتاسع من ماي بكتنا في العاصمة السوفيتية شهرا كاملا وحتى يزيد من استفزازه أمر بن بلى بإرسال وفد رسمي آخر إلى موسكو لتمثيل الجزائر في العيد الوطني السوفيتي بينما نائب رئيس الجمهورية موجود هناك بهذه المبادرة العجيبة قام بن بلى بتدويل الأزمة كنا نقدر كلنا قدرة هوارب مدين على التزام الهدو حتى عندما تكون المؤامرة كبيرة أحسى القادة السوفيت بالحرج فقاموا بكل مجهوداتهم لتجنب التقاء الوفدين الجزائريين ختمت طعنة موسكو القطيعة الرسمية للتحالف بين الرجلين يومها ربما ختم بن بلى أيضا مصيره في غضون ذلك قرر بن بلى تسمية الطهر الزبيري قائد لهيئة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي يونع المزير الدفاع ولقد تلقينا الخبر في جريدة الجزائر الجمهورية كان تعليق بمدين الوحيد ليسوا منطقيين مع أنفسهم قال ذلك ثم ركنا إلى الصمت انقلاب التاسع عشر جوان 1965 الخلاف بين أحمد بن بلى وهواري بمدين ناتج في الأساس عن اختلاف الطابع أبو مدين رجل الرزين وكتوم وقليل الكلام ولا يندفع بسرعة ولا يفعل شيئا دون إعداد الأدوات الموضوعية التي ضمن نجاح أي قرار بينما بن بلى إنسان جموح وهائج ومليء بالرومانسية والعفوية مهووس بالخطابات الرنانة أمام الجموع المحتشدة التي يشعر أمامها بالنشوة والثمالة ويرى نفسه سابحا في الملوكوت الأعلى يغمرها بعبارات جاهزة من مثل جينا رحمة أو معجزة أو حقرونا والحمام في قوله سنترك البرجوازيين يفقدون شحمهم الزائد بالحمام كان إنسانا نرجسيا متقلب المزاج فوضويا وشعبويا ومحبوبا عند النساء يفقد صوابه أمام هرج وبهرجة الساحة العمومية أحاط نفسه بمجموعة من التروكسيكيين وعملاء الناصريين وغرق في نظريات هلمية ومشوشة أرادها إسلامية سوفيتية جزائرية اشتراكية فراح يرتكب أخطاء تلو الأخرى وقطع صرته برفاق سنوات المحنة وخذ بوليسي السياسي يعتقل ويعذب يفرض الإقامة الجبرية وينفي حتى رجالات الثورة المرموقين وقاده نهجه الجنون إلى أن انقلب الجميع عليه في نظره كل الصعوبات التي وجهته مرادها ضعف إرادة الرجال وليس الظروف التي يعيشها البلد فلم يتردد في قلة الوزراء والولاة والرؤساء البلديات بجرة قلم في طار مساعيه دائماً إضعاف نائبه وعزله استهدف رفاقه القدامى الواحد تلو الآخر مغدغري قايد أحمد بوتفليقة ترجمة نانسي قنقر